اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الاعتبار يعني بتذكر في العهد القديم في يهوشع الكاهن العظيم كانت ملابس متسخة الرب حول غير الملابس ملابس مقدسة ملابس الكاهنوت حتى يكون في محضر الله بتذكر كلمات الشعياء في صحيح 61 آية 10 فرحا أفرح بالرب تبتهج روحي بالله مخلص لأنه البسني ثياب الخلاص كساني رداء البر يعني ثياب الخلاص ورداء البر يعني اكتسى بالكامل لم يعد يرى وساختنا بل يرى برنا من خلال عمل يسوع المسيح فلاحظ قال له الحلة الأولى الحلة هاي بتعرفوا زي العباي لما بيكون في مناسبات لضيف الشرف يعني وهنا نقطة مهمة هذا الابن اللي رغم إساءته لأبوه لكن صار في مكان الشرف ومكان الكرامي الخاتم أحبائي هو رمز السلطان بتعرفوا اللي بيلبس الخاتم هو رمز السلطان رمز الشرف رمز البنوة إنه هو فعلا ابن شرعي للآب الحذاء هو علامة طبعا كمان نفس الشي البنوة يعني ما كانش يلبس لباس العبيد هذا اللي بيميز الحذاء وطبعا الكتاب إذا بدنا نحطه بصيغة روحية استعداد أرجلكم بإنجيل السلام هو دماء أجمل أقدام المبشرين المبشرين بالسلام المبشرين بالخيرات فلاحظ تغير كل شي يعني كيف كانت نظرة هذا الإبن الأصغر عن نفسه كيف الآب شايف الإبن الحلة الملوكية الحذاء طبعا الخاتم العجل المسمى المسمى وهذا العجل بس للمناسبات الخصوصية إما للذبيحة العظيمة أو وليمة عظيمة مثل عرس كليل إلى آخره اللي فعلا بيرمز إلى كل بركات الله وإلى كل خلاص الله